لا إنما الدنيا كمنزل راكبين أنام عاشيا ثم في الصفير عيل تذوت من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من قير علتين وكم من ثقي من عاشا هين من الدهري فكم من فتى يمشي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري ولو اشت ألفا ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تصير إلى القبر فكيف تخاف الفقر والله راذقه وقد يرزق العطيار والهوت في البحر توكلنا الرحمن إن كنت آقلا ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري ولا يدخل الفردوس إلا من اتقى يؤدي حقوق الله في السر والجاري ألا إنما التقوى هي العذ والكرم وهبك للدنيا هو الذل والندم ألا إنما التقوى هي العذ والكرم وهبك للدنيا هو الذل والندم ليس القريب قريب الشام واليمني إن القريب قريب اللهد والكفن لا تنهرن قريبا طالت قربته والدار ينهركم بالذل والندم إن جاءني الموت لن ترتد ساعته لا حول حالي والروه فارقت بدني وجعني غاسل في الهين يقصلني تلك السياب فاراني وقلعني قلعوني قديما كنت لابسه ولبسوه جديدا اسمه الكفن وحملوني على آناق أربات نهو المصلين والأهباب توادعني صلوا علي فلاة لا سجود لها آخر صلاتي من الدنيا يا حزني نذلوني على قبري بلا مهلين ونذلوا منهم واحد ليثندني رصوا علي حجارا لا أطيق لها وثددوا القبر من فوقي وفارقني حالوا علي تراب القبر وانصرفوه كأن ما كان منهم حد يعرفني بقيت منفردا في القبر يا ثندي في هضرة الملكين الله يسترني أمي وأختي وجيراني بأجمعهم يبقوا علي بكاء ليس ينفعني لو كان لي نطقة كنت أقول لهم كفوا البكاء فالبكاء في الجوف عارقني تزوجت زوجتي بعلا لها بدلي وصاروا يسكنوا في أوطاني وفي سكني صاروا يسكنوا في أوطاني وفي سكني واتخذوا ابني أبدا بلا ثمني قولوا لمن ملك الدنيا بأجمعها قولوا لمن ملك الدنيا بأجمعها لم يعقذوا منها قير القطن والكفن